اشتركوا في القناة لكنها شغوفة بالقانون بعد خبرتها الحافلة كمدعية عامة تهاتف كاميلا بايدن لتهنئته بالفوز وهي المصممة منذ دخولها سباق الانتخابات الرئاسية أن تظهر حجم الحب لأمريكا وتظهر مواقف صريحة ضد جمهورية ترامب صنعت هارس مجدها السياسي الذي دشنت فيه دعما لإصلاح الرعاية الصحية وحصول المهاجرين غير المسجلين على الجنسية وحضر الأسلحة الهجومية وتشكيكها بمسؤولية إدارة ترامب تلقي خطابها الأول كنائب للرئيس وتغمر وجهها الفرحة باستقبال صديقها الذي دشن نصرا ساحقا للديمقراطيين وهي ترحب به أمام الأمريكيين لتعلن بدء العمل لأجل أمريكا تنتصر كاميلا أمام تفاؤل نسائي بالدرجة الأولى وتفاؤل شعبي أمريكي بالدرجة الثانية وبينهما تفاؤل في توجه لتكون أمريكا في صدارة الدعمين للسلام في العالم وقد قيل أنها تتشارك مع الرئيس الأسبق باراك أوباما بالبشرة والمنهج انتصار تنظر إليه نسوة عربيات كمثال يطمحن بالوصول إليه في البلاد العربية إيمانا بأن المرأة قادرة على صنع القرار بعيدا عن الفوضى بعيدا عن الخشونة هنا أو هناك قد لا يحتاجها العالم في مثل هذا الزمن ترجمة نانسي قنقر